اهلين وصفتنا اليوم راح تكون من المطبخ الروسي لكيكز العسل صراح اول مرة اسويها دايما اشتريها جاهزة فراح اسوي الكريمة او شي عبارة عن كريمة خفق وكرامل جاهز وكريمة حامضة وراح حط بالثلاجة وعلى النار راح حط الزبدة والسكر والعسل اقلبهم مع بعض وبعدها راح اخر شي حط بكربونات الصوديوم وخليها تبرد تماما بعد اضيف البيض تدريجي والدقيق تدريجي لانت تكون معي عجينة بهذا الشكل اغلفها بالنيلون وحطها بالثلاجة من 20 الى 30 دقيقة وبعدها راح افردها بهذا الشكل طبعا العجينة تكفي كيكة واحدة كبيرة او ممكن 3 او 4 كيك ميني اختصار للوقت سويت حجم ميني عشان اوريكم الشكل النهائي وكان سهل تزيينها صراحة وطبعا مثل ما تشوفون بديت ازيينها الكريمة شوي كانت سائلة ما كانت متماسكة بس مش الحال في الاخير زينتها وغطيتها بالبسكوت المطحون او يعني من نفس الطبقات طحنت الزايد طبعا حطيتها من الليل بالثلاجة قصيتها معكم عشان تشوفون الطبقات صراحة مرة غيبة انصحكم تجربونا